موسيقى السلام عليكم مرحبا الله وبركاته كشف الخبير القانوني فيصل ريكان اليوم الخميس عن أمكانية رسال حكومة تصريف العمال الحالية الموازنة العامة إلى البرلمان وقال ريكان في تصريح أن موازنة العام الحالي عدت قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف العمال وقبل أن يتم حل مجلس النواب في العام 2021 وأضاف أنه على حكومة تصريف العمال أرسال قانون موازنة للبرلمان وتشهير إلى أنه تم إتمالها وإعدادها عندما كانت الحكومة كاملة الصلاحيات ليتم مناقشتها من قبل المجلس النواب وتابع أن العراق لديه مجلس نواب جديد مكتمر ولديه كامل الصلاحيات ومكانه تمرير قانون الموازنة وأشار ريكان إلى أنه لا يمكن لحكومة تصريف العمال أعداد الموازنة وإرسالها للبرلمان حتى وإن تم توفيضها من مجلس النواب لأن التوفيط يجب أن يكون بموجب الدستور